الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فنواصل الحديث في هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان لقلم شيخ الإسلام الإمام عبد الله صراج الدين رضي الله عنه العالم يزار ولا يزور والعلم يؤتى ولا يأتي قال في الدر المنثور وأخرج ابن فهر في كتاب فضائل مالك وابن عساكر من طريق عبد الله بن رافع أنه قال قدم هارون الرشيد المدينة فوجه البرمكية إلى مالك وقال له احمل الكتاب الذي صنفته أي الموطأ حتى أسمعه منك فقال مالك للبرمكي أقرئه السلام وقل له العالم يزار ولا يزور وإن العلم يؤتى إليه ولا يأتي فرجع البرمكي إلى هارون الرشيد فبلغه وقال له اعزم عليه حتى يأتيك فإذا بمالك قد دخل على هارون الرشيد وليس معه كتاب وأتاه مسلما فقال مالك يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يعز هذا العلم ويوجله فأنت أحرى أن تعز وتجل علم ابن عمك أي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يزل يعدد عليه من ذلك حتى بكى هارون الرشيد ثم قال مالك أخبرنا الزهري عن خارجة ابن زيد أنه قال قال زيد بن ثابت رضي الله عنه كنت أكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتف لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله وابن أم مكتوب عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله قد أنزل الله في فضل الجهاد ما أنزل وأنا رجل ضرير فهل من رخصة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أدري قال زيد وقلمي رطب ما جف حتى غشي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوحي ثم جلي عنه فقال لي أكتب يا زيد غير أولي الضرر فيا أمير المؤمنين حرف واحد بعث به جبريل والملائكة عليهم السلام من مسيرة خمسين ألف سنة حتى أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أفلا ينبغي لي أن أعزه وأجله والحمد لله رب العالمين